اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال ااقررتم واخدتم على ذلكم اصري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله تبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون شرفه ولما تكلم قريش وقالوا قلاك ربك تركك ربك جاء القسم مدويا من الله على كذبهم والضحى والليل إذا سجى ما ودعاك ربك وما قلا فكبر الصحابة فكانت سنة التكبير ويقرأ بها من القراء السبع الإمام بن كثير فمن الضحى إلى نهاية المصحف السنة عنده أنه كل من تهى القارئ من سورة يكبر ويحمد الله ويسمي ويقرأ السورة الأخرى كبر الصحابة على هذا القسم من الله والرد على قريش وعلى أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع الله له ذكرا ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك قال جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربي وربك يقول لك تدري ما معنا ورفعنا لك ذكرك قال الله ورسوله أعلم قال جعلت ذكرك مقرونا بذكري جعلت ذكرك مقرونا بذكري وقيل كما جعلت لي ذكرا جعلت لك ذكرا فكما يؤجر من سبح وهلل وحمد وكبر يؤجر من صلى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فمن صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرا ومن صلى عليه عشرا صلى الله عليه بها مئة عباد الله جعل الله محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين رحمة للعالمين فقال جل من قائل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين رحمة للعالمين والعالم بفتح اللام ما سوى الله فمحمد صلى الله عليه وسلم رحمة للجن والإنس والبهائم والطيور والجمادات فلما نصبوا له منبرا أن وحن الجذع الذي كان يخطب عليه لا يريد أن يستوحش من ذلك النور الذي كان يعلوه فضمه النبي صلى الله عليه وسلم عليه وهدهده كما تهدهد الأم ولدها فهو رحمة للعالمين كل العالمين فمن لم ينله من هذه الرحمة هو محروم وملع قيل لجبريل أدخلت في هذه الرحمة قال نعم كنت أخشى أن لا أكون آمنة فقال الله تعالى ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين أمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال أهل التفسير وَنَكِلُوا سَرَائِرَهُمْ وَأَجَّلَ بِهِ الْعَذَابَ وَصَفْوَةِ أُولِي الْعَزْمِ مِنَ وَاللَّهِ مَا رَكِبَكَ قَدْتُ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ وَأَفْضَلَ مِنْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فرُؤِيَ الْبُرَاقُ يَتَصَبَّبُ عَرَقًا هذا المقام هذا مكانه صلى الله عليه وسلم وفاؤه لأمته اقتضى ترتيب الله للرسالات أن تكون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم خاتمة قال بعض أهل العلم حتى تنضج الرسالات وتنضج البشرية إن يكون محمد صلى الله عليه وسلم جاء في وقته المناسب وإن كان اقتضى الترتيب للرسالات أن يكون آخر الأنبياء لكنه اقتضى التفضيل أن يكون أول الأنبياء وأن تكون أمته أول وأكثر دخولاً الجنة من الأمم التي سبقتها فترتيب الرسالات عند الله اقتضى أن يكون آخر الأنبياء آخر الأنبياء لكن ترتيب التفضيل جاء به أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة محمد صلى الله عليه وسلم أول من يُعطى مفاتيح الجنة محمد صلى الله عليه وسلم يُبعث ينفض الغبار عن رأسه أين أمتي أين أمتي لا يريد أن تكون سبقته في عرصات القيامة وأن يكون حالها غير مرضي فيشفع الشفاعة العظمى كان الناس يموجٌ يُبصرهم الناظر ويُسمعهم الداعي يأتون آدم أنت والد البشرية خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته ألا ترى إلى ما نحن فيه شفع لنا إلى ربك نهاني ربي عن الشجرات فعصيته وأكلت منها نفسي 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 إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله فيبرأ منه اذهبوا إلى غيري فيأتون نوحا أنت والد البشرية الثاني ترى حالنا إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب اذهبوا إلى غيري فيأتون خليلا رحمن ويأتون كليما رحمن ويأتون روحا رحمن إبراهيم وموسى وعيسى كل يرده إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري لكن لا ينتظرها محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها فيسد تحت ساق العرش يفتح الله عليه من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتح على أحد من قبله ارفع رأسك سلتُعطه واشفعتُ شفع وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا يحمدك الخلائق عليه هذا محمد صلى الله عليه وسلم ربط الله نجاة البشرية باتباعه وجدلات يومٍ ورقةً من التوراة في يد عمر كتابٌ سماويٌ في يد عمر لو قُبيل غير القرآن لكان أخوه من الكتب السماوية ولو قُبيل لأحدٍ أن يحمل غير القرآن لكان الفاروق القوي في الحق لكنه لا يُقبل من أحدٍ شيئاً غير القرآن كائناً من كان الأحد وكائناً ما كان المحمُول فقال أَوَمُتَهَوِّكُونَ يَبْنَى الْخَطَّابِ وَاللَّهِ لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِهَا بَيْضَاءَ نَقِيَّةً وَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ لَا يَسْمَعُ بِي مُؤْمِنٌ وَلَا كَافِرٌ وَلَا إِنْسٌ وَلَا جِنٌّ ثُمَّ لَا يُؤْمِنُ بِي إِلَّا أَكَبَّهُ اللَّهُ في النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ لا يقبل الله غير اتباعه يُجَاءُ بِرِجَالٍ مِّنْ أُمَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا فِي صَحِيْحِ مُسْلِمٍ فَيُذَادُونَ كَمَا تُذَادُ عِطَاشُ الْإِبِلِ عن حَوضِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم فأقول أصحابي أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك وفي رواية إنهم لن يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم فأقول سحقاً 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 بعداً لهؤلاء محمد صلى الله عليه وسلم هو هكذا عند القرآن وعند من بعثه وعند الصحابة إجلالاً وتعظيماً لما نزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون جاء الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم من جاء وارتبط والله إن يبكي يبكي إني لأخشى أن يحبط عملي وماذا فعلت أنا جهوري الصوت فأخاف أن أكون رفعت صوتي يوماً من الأيام على عليك يا رسول الله فيحبط عملي فيقول لا لست منهم لست منهم لست منهم فكانوا يجلون ويقدرون ثم جاءت خلف من بعدهم خلف ثم خلف من بعد القوم خلف وقبل أن أغادر السلف إلى الخلف الإمام مالك وإن كان في هذه الأيام عندنا زحزحة الإمام مالك هذه الأيام لم نرضاه حكماً ولا مذهباً كما سأعرش بإذن الله الإمام مالك جاءه أحد الحجاج فكان يحدد له ميقات الإحرام تحرم من كذا المكان الذي أحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا عبد الله سأحرم قبل ذلك بخطوات حتى يكتب لي الأجر فقال لا أخشى عليك الفتنة قال وأي فتنة يا أبا عبد الله إنما هي أميال أتزيدها أبتغي الأجر من الله قال الفتنة أن تعمل عملاً ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قصر فيه أما سمعت قول الله تعالى فليحذر الذين يقالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم هكذا في الاتباع كان ابن مسعود وهو قصير القامة يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم مر من تحت غصن شجارة منخفض فأنحنى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فانحنى ابن مسعود وهو لا يخاف أن يمسه الغصن فانحنى فقيل له في ذلك قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ومن حنى فانحني هكذا إجلالاً وتعظيماً أما اليوم فقد خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياً بارك الله لي ولكم في القرآن ونفعني وإياكم بما فيه من الآج والذكر الحكيم وتاب علي وعليكم إنه هو التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبيه الأمين إخوة الإيمان لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم الله الله في رسولنا وفي كتابنا وفي ديننا لا يقوى أمام هذه العواصف إلا من تمسك وتسلح بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي لن تضلوا بعدي طبيعي أن نرى شباباً يضل لأنه ما تمسك بالحبلين وما تمسك بالأصلين والضامن الوحيد ليس أن تكون لك شهادة ثانوية أو متريز من الجامعة أو سلك ثالث أو الضامن الوحيد أن تتسلح في آخر الزمان تكثر الفتن يرقق بعضها بعضاً تعرض على القلوب كالحصير عوداً عوداً تمر الفتنة فيقول الرجل هذه مهلكة ثم تمر الأخرى ثم يستمسك بإيمانه فتتجاوزه هذه ثم تعصف به التي تليها فتن آخر الزمان النجاة النجاة أن تعتصم وأن تستمسك تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أن نربي عليه ما نشأنا وأن نثقفهم طبيعي أن نرى شباباً يعدلوا ويرغب عن النبي صلى الله عليه وسلم أين إبراز أخلاقه في مناهجنا أين حياته أين فضله في مناهجنا الدراسية أين ضارب مادة التربية مادة السنة والقرآن أين التشجيع على هذا من الطبيعي السماء لا تمطر ذهباً فالله الله في رعيتنا وفي ما استودعنا عباد الله جاء شباب بعد سلفنا الصالح يرغب عن النبي صلى الله عليه وسلم يبيع دينه بوريقة يعيش بها في زبالات الغرب يبيع دينه يبيع عرض محمد صلى الله عليه وسلم هان عندنا هان عندنا حتى صار تشترى به وريقة تسمى تأشير أو إقامة فيه حيث زبالات الغرب نشب أظفارنا في عرضه ونتطاول عليه لننال وريقة فيها عند أعداء الله فالله الله عباد الله من هنا نطالب ونؤكد أن الذي يريد الاستقرار والذي يريد للقضاة أن يستريحوا من الشتم على هواتفهم ومن تهديدهم ليس أن يفتح السجون للمواطنين ويتابع الأرقام وربما وصل المعتقلون إلى مئات ممن اتصلوا على هذا القاضي أو ليس هذا حلا الحل أن نتوب إلى الله أولا مع الله مع رسولنا صلى الله عليه وسلم ثالثا مع هذا الشعب المسكين المسلم أجدد التوبة بإعدامي هذا المرتد اللعين هذا الذي لعن الله حقا أن السنة نهت أن تلعن معينا وغلغت في ذلك فمن لعن معينا ذهبت إليه اللعنة فإن لم يكن من أهلها رجعت على من أرسلها أولا فكان ملعونا لكن هذا الملعون ملعون على لساء على بنص كتاب الله ملعون إن الذين يؤذون الله ورسوله لحنهم الله في الدنيا والآخرة وأعدلهم عذابا مهينا فهو ملعون مرتد ومن آواه ملعون ومن صاحبه ومن داهنه ومن سكت له ومن كل الدائر ملعون مغضوب عليها من الله نطالب بإعدامه أولا ليس للشعب فسلطات هذا البلد من المسلمين من حراس هذه الشريعة بوأهم الله هذا المكان فلو دام لغيرهم لما وصلوا إليه فليعتبروا وليعلموا أنها فتنة ونبلوكم بالشر والخير فتنة وقد يسلم الإنسان وهو بعيد لا يسوق ولا يقود فإذا تقدم إلى الكلمة والقرار والكرسي المتحرك أصفت به عاصفة الفتن فهي فتنة فليتقوا الله ثانياً نثمن خطوة تتمثل في تصحيح أو إلغاء ومحل محل المادة ثلاثمائة وستة التي صححت بفقرات واضحة إلى حد ما في كثير من جزئياتها تخرج من هذه المهاترات ومن سبى هل هو هل هو مرتد أو زنديق وما هي تكييف ما قال تخرج من هذا أن من سبى الله أو رسوله أو أحد أنبياء أو كتوبه أو فهو مرتد يُقتل حداً وإن تاب فهو مباشرةً لا نرجو إلى أن نكيف ولا نرجى إلى أن نقول هل هو أو مباشرةً هو مرتد يُستتاب وإن تاب قتل تنفعه توبته في أخرى ولا تمسك عليه دمه في دنياه هذا ما قاله الشرع فنُثمّن هذه الخطوة ونستزيد نستزيد أن ننتبه للمناهج الأمر جاء من المناهج جاء من إعلام مفتوح وناشئة لا تحصّن ولا تعطى سلاحاً تقاوم به عالم الردائل في يد الشاب وهو غير محصّن فيرى وينفذ قبل أيام أحد جيران المسجد صلى معنا الصبح هنا ومر بالمنزل وذهب إلى دكانه وهو يفتح السابعة ضحوة جاء اللصوص في السيارة ووقفوا وانهالوا عليه بالسكاكين وأخذوا ما في جيبه ورجعوا إلى سيارتهم وخلاص هذا لا حنى هم يروا كيف تمارس اللوصصة كيف يمارس هذه العمليات فيطبقونها كيف يقتل هذا هوايته أن يقتل فيأخذ السكين الله الله في هذا المجتمع نذمن هذه الخطوة ونستزيد اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك ورجع الأمر كله وعلى نيته وسره اللهم صلِّ وسلِّم وزيد بارك على سيدنا محمد اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبًا إلا غفرته ولا همًا إلا فرجته ولا دينًا إلا قضيته ولا مجتًا إلا رحمته ولا ضالًا إلا هديته ولا مهتلًا إلا عفيته ولا مريضًا إلا شفيته اللهم ولِّ أمورنا خيارنا ولا تولِّ أمورنا شرارنا وارفع مقتك وغاضبك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اشعَلِ اللهم هذا البلد آمِنًا مُطمئنًا رخاءً سخاءً وأمناً وسائر بلاد المسلمين اللهم نحِّعنا زيغ أهل الزيغ وفساد أهل الفساد اللهم من أراد هذا البلد بسوءٍ فعليك به اللهم إنا نسألك توفيق في القول والفعل سلُك اللهم لهذه الأمة فرجًا قريبًا ونصرًا عاجلًا وصلِّ اللهم وسلِّم على سيِّدنا محمد يغفر الله لي ولكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة